السلام عليكم ورحمة الله. سأعود بكم في الفيديو جديد على القناة أي من تكون. في هاي الفيديو سنتحدث عن كيف أنه استلمت الغطار بتاع برك ويس أو ترونسفير ويس. بالبساطة أنا طلطت الغطار من خلال أنه أنا رشادة الحساب في الفيديو السابق. ممكن تجده في علامة أي في يمين أو في اليسار على حسب اللغة التي انتفعت بها. طيب عندما انتصلك للبطار. طيب أول فكرة أنا عملتها أنه أنا رشادة الحساب. بعد أن يشاء الحساب شحنت البطار من بنك وايز إلى صندوق بريدي فرنسي. الصندوق البريدي الفرنسي شرحنا في فيديو كيف أنه ممكن تخصر على هاي الصندوق من جانا من غير أنك تدفع أي تكلفة. بعد وصلت البطار إلى الصندوق البريدي قلت بشكلها إلى صندوق البريدي إلى أي دولة في العالم. تحديدا أنا شحنتها لسنطنة العمان. بعد وصلتني البطارة تصلك بهذه الشكل. للصندوق البريدي الفرس بيك في الدولة لانت موضي تفوقك. وصلت بهذه الشكل. تمام. انت لما تفتح الظرف أن تصلك. هل تريد أن تصبح تريعاً تميلكاً للبطارة صادرة من بنك وايز. وللاحظت معي دباً كوايز. وتجد معها البطارة. أنه إذا طلبتها. لاحظت معي. دي البطارة أنا طلبتها. ثم البطارة وصلتني. باللون الأخضر وللاحظت معي عندنا في البطارة بتاعة وايز. عندنا نرعي من البطارة في البطارة العادية. في البطارة الإيكو أو الصديقة للبيع وهي أعلى سنة من البطارة العادية. أنا تحديداً طلبت البطارة العادية. وصلتني بهذه الشكل. من خلال البطارة أنا أسحب الأموال التي تودع كفسابي في وايز من أي او صراف آلي. وأيضاً بإمكاني أنه أنا أستخدم البطارة في أي جهاز بطارة. نقطة بيع بعد وصول البطارة لك ما تفتح الجهاز لك أنت تعمل أي جراء. أنت ممكن أن تسحب الأموال مباشرةً من أي صراف آلي اي تي ام أو تشتري مباشرةً من أي نقطة بيع. كنت تعرفنا كيف أن نتصلك البطارة من خلال إلشاء حساب وايز بريطاني. وتشحن البطارة من حسابك في وايز إلى أي صندوق بريدي فرنسي. وتحديداً أنا اخترت شركة بوفصاي لأنها من أنيز الشركات للصندوق البريدية. من خلال أنا شحنت من الصندوق البريدي إلى سلطنة دعمان. إذا كان لديك أي سفسار أو أي سؤال عن كيفية أو الخطوات الآن التي تبعتها. ممكن تشاهد الفيديو هاي الموجودة في لهذه الفيديو أو تبتلين تعليم في هاي الفيديو عشان ألا أجيب عن أي سؤال بفطول في بارك. السلام عليكم. اشتركوا في القناة